اشتركوا في القناة واخدنا بما في الكفاية على الخنزيرة وتشغيل الخنزيرة واستخدامات الخنزيرة والخشب المستعمل في الخنزيرة وقالنا للخنزيرة بيستخدم فيها مددات من خشب الفليري قطاع 3 في 3 بوصة و 4 في 4 بوصة وقلنا كمان ان الخنزيرة بتتسبت او المادات بتاع الخنزيرة بتتسبت في الارض بالخوابير من خشب اللتزانة واحد في اربعة بوصة واحد في خمسة بوصة وقلنا كمان ان انا عندي في الخنزيرة بستخدم لها حاجة اسمها افل او عرضة افل او وصلة افل بقى ثبت بها العروق في بعضها سواء الزوايا او سواء العروق قصد بعضها دي اسمها من خشب اللتزانة طبعا وعبارة عن طفش من خشب اللتزانة واسمها عرضة افل او مشترك بين مددين او كده تمام بتكون من خشب اللتزانة واحد في اربعة واحد في خمسة بوصة ده قطاعه وكمان قلنا ان عندنا حاجة اسمها ابقاب بامسك به وازبط به بعد تزبيط ومقاس الزاوية بتاعتي بزبط الابقاب بتاعي دوا واقوم مثبته جدا كويس خالص لان هو اللي بيمسك الزاوية بعد تزبيطها وبعد مقاسها اللي هو قلنا بمقياس يعني نتيجة او نظرية في ساورس وفي السوق يقولك انا يعني ما يعرفش نظرية في ساورس فيقولك انا هزبطها بطريقة تلاتة اربعة خمسة متر او تلاتين اربعين سنتي على النموذج اللي احنا شغالين عليه وزبطناها وكمان عملنا وعرفنا ايه هي او ايه هو مكان المنشأ بتاعي ومربع او مستطيل وبدأنا نشتغل وقلنا هنبدأ ان شاء الله في الايه يعني في تزبيط او وضع علامات للايه لحدود المنشأ وقلنا حدود المنشأ بتكون عندي ليها علامة يعني تكون من لون مختلف عن الوان المحاور بتاعتي وتكون تقريبا دايما بتكون من اللون الايه اللون الاسود يا امتا اه زبطها بخطين مختلف زي الخطوط بتاعتي اللي هي المحاور لو ما فيش الوان تانية واعمل ايه واعملها خطين او خط عريض شوية المهم اغيره افضل حاجة ان انا بيكون عندي في الخنزيرة وانا شغال بيها او اشتغل على الخنزيرة في السوق تلتة الوان بحيث لون لحدود المنشأ ولون تاني اللي هو خط التنظيم يعني اول حاجة تمام اللي هشتغل عليه بعد كده بيكون عندي لون للطولي للخطوط العرضية الطولية ولون للخطوط العرضية اللي هي المحاور الطولية والمحاور الايه والمحاور العرضية طيب احنا خدنا هنا وعرفنا خط التنظيم بتاعي فين في الحلقة اللي فاتت وعرفنا وقسنا وعلمنا عليه وبنقول كمان وبنقول تاني ان انا لما جي اعلم اي علام لخط التنظيم او خط المحاور بتاعتي الطولية او العرضية بعلمه فين في على بطن او وش العرق من فوق ولا من جوه لازم اعلمه من النحيتين من فوق ومنين ومن جوه علام من فوق اهو وعلام منين علام من جوه طب ليه باش مهندس العلام اللي من فوق وعلام من جوه علام اللي من فوق لو اتمسح اعمل ايه اعمل ايه يبقى عندي اللي جوه طيب كمان عندي حاجة تاني وانا بعلم ماشي اعمل الاكسات بتاعتي الطولية تمام هاخد الطولية مثلا هابدأ ان اقول ايه الف وبعد كده ايه الف دي ما اكتبهاش فوق اكتبها في بطن العرق واكتبها فين واحط تحتيها خطين احط تحتيها ايه خطين الخطين دول يا باش مهندس ليه عشان عندي في مرة تاني هاكتب سبعة وهاكتب تمانية لازم احط تحت السبعة خطين عشان الصناعي هو جاي يعرف ان دي سبعة طيب لو هي تمانية احط تحتيها خطين بحيث الصناعي بتاعي يعرف ان دي لو تحتيها الخطين معروف ان هي تحتيها يعني الارض بتاعتها هي سبتة على ايه سبتة على خطين التمانية لو هو جاي من بعيد ممكن يشوفها مقلوبة انت كاتبها من النحية دي هو جاي من النحية التانية فهيشوفها ايه انت كاتبها سبعة هو هيشوفها تمانية هيبدأ ياخد يعرف يفكر ان ده الوطر التمانية او المحور التمانية فما ينفعش وهو رقم سبعة طيب رقم واحد واثنين ممكن يكونوا شكل بعض بس فيه يعني حتة صغيرة للاثنين مثلا فيظهر ان الاثنين بتاعتي مكتوبة ازاي والواحد مكتوبة اتنين ممكن الاثنين دي تكون السنة بتاعتها مش ظهر قوي لو ظهر حاجة بسيطة جدا وهو شافها من تحت هيعتبرها واحد تمام لو هي الواحد بتاعي وهو فيه شدة من تحت فممكن يعتبرها اتنين فمن هنا لازم احط خطين تحت الرقم او يعني الحرف اللي انا كتبته احط تحت منه خطين وفين وفي بطن الايه وفي بطن الخنزيرة بتاعتي وابدأ ان انا اشتغل على هذا الاساس طيب بعد كده بعد ما شديت الخط التنظيم بتاعي في الاربع اتجاهات وطبعا قلنا الاربع اتجاهات مطلوب ان انت تشدهم بس في الموقع انت شديت مشيت اتجاه واحد لوحده ما فيش مشكلة شدت اتنين اتجاهين الطولي والعرضي ما فيش مشاكل خالص بعد كده ابدأ ان انا اشتغل اشتغل عندي الخط الاولاني اللي هو المحور الاولاني اشوف اللوحة المحور بتاعي بيقول من خط التنظيم بيبعد قد ايه من حدود المنشأ بيبعد قد ايه 6 سنتي مثلا او 12 سنتي ونص او 30 سنتي او ايا كان طيب لا استاذ لو هو بش مهندس بيبعد 6 سنتي هو معلمه كده يبقى العمود عندي 12 سنتي لا لو هو واخد جزء من الايه جزء من اين من العمود فقط طيب لو هو 12 سنتي ونص ممكن يكون واخد جزء من العمود وممكن يكون اه يكون في منتصف العمود لو العمود جاي بالعرض يبقى الجزء الاول اول اكس ده بالذات تخلي بالك منه ليه بيكون فيه حوارات او بيكون فيه شغل كتير طيب او استاذ انا دلوقتي عندي الاكس الاولاني على بعد مثلا 12 سنتي ونص يبقى عندي الشغل بتاعي هيبقى على كام على كاما بش مهندس هيبقى العمود بتاعي مثلا هو قلي في النص خلاص يبقى انا اشتغل عليها انه هو في النص اجي اشد الاكس اعلم العلام اهو بتاعي من خط التنظيم ليه دلوقتي بس انسبت الايه انسبت الاول الاكس بتاعي طيب ادي الاكس اهو سبتنا الاكس من ناحية الاولانية وكتبنا الف وحطينا تحتها خطين وسبتنا الخط التاني وكتبنا سبتنا الاكس من ناحية التانية وكتبنا ايه عليه الف وشدينا الخيط لازم تعمل خية وتشد الخيط زي ما حددك شايف كده اهو تشده جامد عشان تقدر ان انت الاكس ما يبقاش متهوي لو فيه الاكس فيه تهوية بسيطة جدا بيديني يروح وييجي يبدأ الاكس بتاعي يروح وييجي معايا بيديني مقاس مش مزبوط لازم اعمله خية واشحطه جدا 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 لغاية ما يبقى واخد يعني الشحطة بتاعته الجامدة جدا ابدأ اشد الخيط بتاعي واشحط فيه لغاية ما يبقى شفت عامل ازاي شديد شديد معايا ما يبقاش فيه الهوى لو فيه اي حاجة لو فيه يعني ارتخاء بسيط جدا الهوى هيودي ويجيب ايه ويجيب فيه اجي انا ااخد عمودي اللي في النص او قاعدت اللي في النص المقاس بتاعها والمحور بتاعي مش هعرف اعمل ايه مش هعرف ااخده طيب او استاذ انا خدت الاكس الاولاني ابدأ ااخد الاكس الايه التاني طب انا خدت الاكس الاولاني من اين من هنا من الناحية دي وعملت ألف 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 شرطتين ومن ناحية التانية وعملت ألف شرطتين فيه لإيه عندي أهيه حددك شايفها أهيه تمام بعد كده أجي أخذ من هنا من الأكسل إيه من نفس الطول بقى أنا فرد المتر منين من خط التنظيم تاني واجي عند الأكسل اللي بعد كده أهو أقيسه أشوف مقاسه كان بالزبط هو هنا أنا عامله 25 بمقياس رسم 1 إلى 5 أهو تمام خمسة متر يعني أجي أقوم عامل إيه عامل الأكس بتاعي ومسبت له المسمار بتاعه ولي أكون على كده واجي من هنا نفس الكلام نفس طول فتحة المنشأ بتاعي طب ليه أنا ما بسيبش المتر بتاعي وأخذ من المقاسة التاني يعني أخذ من المقاس الفتحة بتاعة المتر أفتحها من المقاسة اللي بعد كده لأ أنا باخد المقاس المقاس كله أفضل فتح المتر فتحة يعني أول أول مقاس على بعد 12 سنت ونص اللي بعديه على بعد الـ 12 سنت ونص زائد المقاس اللي هو الخمسة متر مثلا أو 3 متر أو 2 متر أو متر ونص يبقى كام 12 سنت ونص و 3 متر يبقى 3 متر و 12 سنت ونص طب هاخد المقاس اللي بعد كده أقول ما أقول إيه ها أقول معايا أقول 12 سنت ونص 12 سنت ونص زائد 3 متر زائد اللي 5 متر اللي بعد كده هتديني كام 8 متر و 12 سنت ونص طب لما أجي أخذ المقاس من أول خط التنظيم لغاية اللي خط التنظيم اللي بعد كده يبقى تشمل الخط المحور الأولاني وتشمل المحور التاني وتشمل المحور التالت اللي هو الأخير مثلا أو الرابع أو الخامس أو السابع أو التامن يبقى أنا كده بقى أبدأ أشتغل مظبوط طيب ماشي يا أستاذ مال أنا لو قست بقى خطوة خطوة كل محور أقيسه لوحده طيب يا أستاذ وانت بتقيس حضرتك يا مش مهندس وانت بتقيس المقاس الأولاني قست التلات جه فيه رايش تلاتة ملي أو اتنين ملي أو سنطي أو نص سنطي مش هتاخد بالك منه انت مش هتاخد بالك من ايه من الرايش ده أو اللي هيفضل معاك دوت تمام فأنا باجي ايه أقوم قايس اللي بعدي هيجي كمان تلاتة ملي أو اتنين ملي أو خمسة ملي هيديني في آخر المنشأ كام خمسة أو ستة سنطي أو سبعة سنطي هيبقى يا زيادة عندك يا نقص في المنشأ بتاعك لو زيادة هتجيبهم لصاحب المنشأ منين من الشارع أو من الجار مش هينفع طب لو جت ايه بالنقص هتاخدهم منه وتديهم للشارع أو للجار برضو مش هينفع تمام فأجي بعد كده أنا مقاسي كله أبدأ ايه على شغلي منين من الألف إلى الياء وفي متر مفروض من نقطة الأولانية لغاية النقطة اللي بعد كده أنا جيت سبت يعني عندي المحور الأول التاني أهو سبت عليه الخيط بتاعي اللي هو وأعلم طبعا زي ما حدك شايف العلام بتاعي مكتوب عندي به به وتحتها ايه تحتها نقطتين أو تحتها خطين كاملين بحيث أن أنا أقدر أشتغل عليها اهو وزميلي أو الصناعي بتاعي يكون شايفها كويس جدا أبدأ أشد الخيط بتاعي على نفس النقطة أهي كده أنا شديت المحور التاني بتاعي وعلمت العلام بتاعي كمان شديته أبدأ أعمل إيه بقى أراجع تاني طولي وعرضي على المحورين دول المسافة بتاعتي من هنا ما وليكن 12 سنتي ونص من خط التنظيم وكمان 3 متر من المحور التاني يبقى 12 سنتي ونص وتلاتة متر تديني كام 3 و 12 سنتي ونص هبص عليها لقيها مزبوطة أبدأ أشوف من النحية التانية برضو لقيها مزبوطة 100% أبدأ أن أنا أقيس المقاس اللي بعديها إزاي أفرد متر ثاني من الأول لغاية الآخر أهو وأبدأ أقول إيه أقول أن أنا هاشد الأكس اللي بعد كده عندي لسه هنشيل من عندي خط التنظيم بتاعي من هنا على أساس المكان ما يبقاش متلخبط ودي معايا بنيجي بعد كده نشد الأكس اللي بعد كده بتاعي اللي هو يعتبر عندي في النموذج الأخير أجيب الخط بتاعي علمت العلام بتاعي وخدته كام يا أستاذ خدت العلام على كام على المسافة المطلوبة وكتبت جيم وحطيت تحتها إيه حطيت تحتها خطين خدت المسافة كلها وخدت المسافة بتاعتي من الطول النحيا دي وأبدأ أخدها من الطول اللي بعد كده كلها نفس الكلام وأرجع عليها تاني مرة واثنين وثلاثة وأبدأ أعلم من النحيا دي علمت العلام بتاعي أهو وعلمت إيه وحطيت المسمار بتاعي المسمار واحد أبدأ أجي عشان أثبت إن العلام بتاعي مظبوط مش أنا أحاطة خط المنشأ أهو أشلك الخط منها عشان يظهر أهو خط المنشأ أهو أبدأ أخد المسافة بتاعتي بعد مش أنا أجاب المسافة من نحيا دي المقاس من النحيا دي أخد بقى المسافة بتاعتي اللي فضلة من خط المنشأ للأكس بتاعي لو طلعت مظبوطة اللي هي 12 سنت ونص مثلا اللي بقيين عندي هيبقى عندي المقاس بتاعي في نهاية المنشأ أو نهاية الوطر بتاعي أو خط الأكس بتاعي مظبوط عندي 100% أهو نيجي نسبت الخيط بتاع الوطر التالت دي موجود عندي ومسافته قلنا بتتسبت إزاي أو بتيجي معايا إزاي أهي وأبدأ أعمله حاجة اسمها آه يعني يعني حاجة على إن أنا أشد الخيط بتاعي اسمها خية أعمل الخيط بتاعي خية آهي الخية دي بتعمل على شد الأكس بتاعي جدا عشان الهو زي ما قلنا ما يحركوش واحدة واحدة كده آه شد معايا كده آه لازم تساعد وصحبك أو المشرف بتاعك أو المساعد بتاعك يبدأ يساعد معاك آهي الخيط بتاعي بقى جامد جدا هوا ماشي ما يقدرش أو ما يتحركش مما كانوا بحيث إن الهوى ما يحركوش ولا يعمل في حاجة يبقى كده أنا شديت الأكسات الايه الأكسات التولية أجي بعد كده أشد الأكسات الايه الأكسات العرضية بتاعتي طيب قبل ما أشد الأكسات العرضية بتاعتي أراجع الأول على الأكسات التولية أراجع عليها أشوف أفتح الرسم بتاعي أشوف الرسومات بتاعتي مسافتها قد ايه من الأول للآخر بيكون الرسم زي ما شرحنا في الأول خالص في شرح يعني الخنزيرة الرسم بتاعي بيكون موجود في خطوط الخط الأولاني خط تقيل والخط التقيل ده بيكون توتل المنشأ كله توتل المنشأ كله أجيب وأعرفه لو أنا خدت توتل بتاع المنشأ ده وفردت المتر بتاعي وخدته من أول خط التنظيم اللي أنا معلمه لقيته مزبوط بنفس المسافات اللي موجودة عندي خلاص طيب أنا قس عندي المحاور محور محور أقسهم تاني أرجع عليهم تاني محور محور مزبوطين التلاتة متر التلاتة متر والأربعة متر أربعة متر والخمسة خمسة والستة ستة والستة ونص ستة ونص والخمسة وعشرين سنتي خمسة نفسي أي لعبة في أي حاج لأن لو بحركها تطلع مش مزبوط طب أنا النهاردة عشان أراجع وراء الصناعي أعمل آيس أول حاجة واتر واتر من خط التنظيم أول واتر من خط التنظيم من خط التنظيم أست أو الواتر تاني واتر من الواتر للواتر أو من المحور للمحور آيس المحور التاني ومن محور الثاني إيسة ثالث ومن محور الثالث إيسة الرابع وأجمل كل المحاور دي من خط التنظيم إلى خط التنظيم الأخير وأشوف مسافتهم قد إيه في الرسم بتاعي يداني لإيه المسافة اللي موجودة في الرسم يبقى كده تمام يبقى أنا قست المحاور من محور واحد لمحور اتنين ومن اتنين لثلاثة ومن ثلاثة لأربعة طلعوا مصبوطين مية المية أجمع كل المحاور على بعضها زي ما موجود في الرسم خلاص يبقى أنا شغل النجار ده إيه استلمت منه المسافات بتاعتي مصبوطة إيه مية في المية طيب أستاذ عايز أعمل الخنزيرة بالإيه اللي هو النظام أو النحية العرضية كده يبقى عندي لازم يكون عندي خط التنظيم الطولي أهو موجود عندي فعشان أخذ منه إيه الخطوط العرضية أفتح الرسم بتاعي كام المسافة للمحور الأولاني من الخط العرضي ها كامل مسافة وليكن 12 سنت ونص زي ما خدناها أو زي ما هي موجودة في الرسم بقيس الـ 12 سنت ونص وأبدأ إن أنا أعلم علام زي ما حاضرتك شايف كده إحنا معلمينه أهو وعملين خط واحد ومسمتين مسمار واحد أهو ماشي كده وأقوم عامل رقم هناك أنا خدت رقم كام هناك خدت رقم كام خدت حروف عملت ألف به جيم ده فين في الخطوط الطولية أو في الإيه في يعني الاتجاه الطولي طب في الاتجاه العرضي أنا ما ينفعش أخد ألف وبيه وجيم تاني ليه يا أستاذ عشان يا بش مهندس وحضرتك رايح تقول للصنايعي رقم الأكس رقم ألف بايز مش هنفع تقول له الأكس رقم ألف بايز هيقول لك في في الاتجاه الطولي ولا العرضي ممكن أنت تقول له بايز في الاتجاه الطولي وتقصد تقصد الاتجاه العرضي هو ياخدها منك وروح يصلح الاتجاه التاني خالص يبقى لازم أحدد في الاتجاه الطولي ولا العرضي ورقم واحد ولا إيه ولا اتنين رقم واحد ولا اتنين ورقم ألف ولا بيه يبقى ألف بيه دي في اتجاه واخد واحد اتنين تلاتة في الاتجاه لايه في الاتجاه الآخر يبقى أنا خدت الأكس الأولاني من خط التنظيم أهو وسبدت المسمار عندي أهو وبعد كده خدت العلم بتاعي على العرق أو المادات بتاعي من الاتجاه السطحي والاتجاه من باطن العرق منين من جو وكتبت عليها كام؟ كتبت عليها واحد وحطت تحتها خطين حطت تحتها خطين عشان تظهر وبعد كده هأبدأ أن أنا أشد أشد الأكس بتاعي بس عايز نغير الاتجاه دلوقتي بدل ما أنا كنت بعمل الأكس وشد الخط لا أنا عايز أخذ الأكسات كلها مرة واحدة دي طريقة تانية ممكن صنايعي تاني يكون شغال بيها مثلا يقول لك أنا أخذ الأكسات كلها على الخنزيرة ورجع عليها كلها بدل ما شد الخطان واتعب وبعد كده لو في خلل أعمل إيه؟ يغير طيب كلام جميل دي مهمة جدا جدا برضو إن حاجتك تعرفه بدل ما شد الأكس بتاعي وأشده شي صنايعي يقول لك أشده مرة واحدة على السنة أنا هزبطه من الأول ده صنايعي واسق في نفسه ما فيش أي مشكلة طيب أنا النهاردة هعمل ما حاجتك إيه؟ خط الأكس الأولاني وهبدأ أخذ الأكسل إيه؟ التاني من على برضو من على الرسم بتاعي طيب خط الأكسل الأولاني من خط التنظيم وأبدأ أخذ الأكسل التاني من خط التنظيم بس يا أستاذ أنا خط الأكسل الأولاني في الاتجاه ده من الناحية دي طيب أجل ناحية التانية أخذ الأكسل الأولاني نفس الأكسل ده من اتجاه الناحية دي وأبدأ أننا أثبت له مسمار وأعلمله العلام وأكتب عليه رقم واحد من باطن landfill من باطن المادات بتاع الخنزيرة طيب أخذ منه الأكسل التاني زي ما خطه الناحية دي أخذ الناحية دي وأبدأ أننا أثبت له المسمار نفس الكلام وأثبت له الإيه؟ أكتب له رقمه السليم أنه رقمه بقى أو أنه شكل لو لاحظت هتلاقي في الطولي كاتب باللون أو بقى أعلم بالألوان اللون الأبيض مثلا الناحية التانية هنا الاتجاه العرضي ده باخد بالعلام باللون الأسود يبقى هنا باللون الأسود نفس اتجاهه كمان أعلمه باللون الأسود هنا باللون الأبيض في الاتجاه ده بعلمه باللون الأبيض نفس الاتجاه هناك بعلمه باللون الأبيض عشان انا هشد الخط الخيط ده بيبقى اسمه خيط ايه خيط واحد خط الاتجاه ده باللون الاسود يبقى الاتجاه المسيل ليه باللون الايه الاسود خط الاتجاه ده وقت باللون الابيض اخد الاتجاه التاني اللقصات منه او الموازلي باللون الايه الابيض والعلام واحد والشكل واحد والحرف واحد والرقم واحد لو انا خط ده ارقام اخد النحية التانية ارقام خط النحية ده يعني حروف اخدها حروف بقى نفس الكلام بحيث ان انا ما توش فيها لان الاتنين يعتبر خط واحد طيب ابش مهندس كده احنا خدنا المقاسات بتاعتي بتاعة المحاور من الاتجاه العرضي بتاعي اللي هو المحور الطولي هبدأ بعد كده اعمل ايه حاجة مهمة جدا لو تفتكر عملناها في الاتجاه الطولي هناك الاتجاه التاني عملناها هناك ايه هي ان انا اراجع على الاكسات بتاعتي تاني عشان ما شدش بقى خط ما انا دلوقتي غيرت النظام ان انا ما شدتش الخيط عشان اراجع عليها تاني هيجي للمهندس بتاعي ونبدأ نراجع ونبص على الرسمات بتاعتي ااخد الرسمة او القطاع بتاعي او المسافة بتاعتي كلها من خط التنظيم الى خط التنظيم اشوفها مقاسها كام ومن المحور للمحور اشوفها مقاسها كام لو هي زي ما في الرسم زي الفل ااخد المحاور بتاعتي كلها من محور للمحور من محور للمحور اشوفها كلها متزبطة تمام اجي اجمع المحاور كلها على بعضها بعد ما جمعتها على بعضها بقى ايه بقى اشوفها من الالف لليه عاملة كام اللي هي من الخط التنظيم الى خط التنظيم طلعت مظبوطة يبقى انت كده شغلك مظبوط اللي هو شغل مين شغل الصناعي او شغل حضرتك لو انت راجل ايه راجل يعني طالب عندنا في المدرسة او كده ابدأ بعد كده اشد الايه اشد الخط بتاعي وهنشد اكس واحد بس من الاكسات اللي موجودة عندي نجيب لون تاني خالص اهو مثلا وليكن اللون الايه اللون الاصفر وقلنا انا بجيب اللون الاصفر او الالوان ديت اللي بجيبها ليه او بعملها على اساس ان انا يعني اقدر احدد المسافات بتاعتي اقدر احدد اه يعني الاتجاهات بتاعتي اقول الاتجاه اللي كزا لونه كزا او الاتجاه العرضي او المحور العرضي لونه كزا هاتبت عليها بس وابدأ اشد الخيط بتاعي واراعي انه وانا بشد الخيط ابش مهندس لازم يكون اللي هو العالي في العالي والواطي في الواطي يعني ده شدته من تحت الخيطان العرضية ليه ما ينفعش اجيب واحد من تحت الخيط بتاعي او الاكس بتاعي من تحت الخط العرضي والتاني ابدأ اجيبه من فوق ما ينفعش خق واحد من فوق واحد من تحت يبقى اذا هيشلبكه مع بعض مش هينفع الكلام دوت ولو فيها خلل مش هينفع ان انت تصلحه ولا هتعرف ان انت تصلحه ابدا لو فيها طبعا اي خلل او كده مش هتعرف تصلحه لازم يكون الخيط او الاكس بتاعي حر الحركة حر الحركة معايا وبيتحرك في طريقة او في اتجاه واحد لو فيه لو هو مش خر الحركة هيعمل معايا ايه هيشبط في اي حاجة عندي او في الاكس اللي جاي بالطولي او بالعرضي فهتبقى مشكلة يأذا بوز الطولي يبوز الاكس الطولي يبوز الاكس الايه الاكس العرضي كده خدنا الاكس ده منه بعد كده هناخد الاكس اللي بعد كده بعد كده هناخد الايه هنشوف ونراجع للشغل بتاعي طيب انا كده خلصت الاكسات بتاعتي عملت الاكسات بتاعتي زبطت الاكسات بتاعتي ايه المطلوب مني بقى بعد كده او ايه اللي هيطلب مني انا بعد كده كراجل دلوقتي فني او مشرف او صنايعي بس تلم ايه الشغل بتاعي دوت ازاي اول حاجة هندسة بتيجي على الخنزيرة بتاعتي ابدأ ان انا اشوف اركان الخنزيرة زاوية تسعين ولا مش زاوية تسعين ابدأ اشوف الخنزيرة بتاعتي شغلها نظامه ايه اول حاجة عملناها الخنزيرة في المددات بتاعتي اشوف المددات بتاعتي في استقامة واحدة ولا مش في استقامة واحدة اشوف الخط بتاعي ماشي مظبوط ولا مش ماشي مظبوط من أنت دلوقتي بتستلم الخنزيرة وتستلم الأكسات بتاعتي من الصناعي بتاعها هو عمل خنزيرته زبط الزوايا زبط الاستقامة بتاعتها زبط عنده الأكسات بتاعته فعايز استلم الخنزيرة من الألف إلى الياء طيب يا أستاذ الخنزيرة أول حاجة ببص عليها ببص على استقامة الطول واستقامة العرض الطول ودي العرض بتاعي بالنسبة للمجدات استقامة مظبوطة وشدت الخيط لقيتها مظبوطة والعروق مفيش عرق داخل وعرق خارج وكمان الواصلات بتاعتها متسبتة كويس زي كده الواصلات بتاعت العروق متسبتة كويس واصلات الخنزيرة من الاركان متسبتة كويس جدا جدا خلاص طب ايه الخطوة اللي بعد كده عشان تقدر تستلم الخنزيرة من الصناعي أزبط الزوايا بتاعتي أبدأ أخذ المقاس بتاعي وزبط الزوايا بتاعتي بطريقة 3, 4, 5 أو أجيب المتر بتاعي الطويل وأقول ايه أنا أقيس خلف الصناعي وأقول أقيس 12 المسافة بتاعته كلها لأن المسافة بتاعته بيفضل مساميرها مظبوطة كل زاوية بتاعتي مساميرها مظبوطة بحيث أنه عارف أن حضرتك كراجل مهندس أو راجل مشرف هتيجي تستلم منه الكلام دوت أو حضرتك كطالب هتسلم المهندس أو تسلم المدرس بتاعك الكلام ده وهنيجي نراجع عليك ونشوف الكلام ده مظبوط ولا لأ أن أنت إستب 3, 4, 5 إحنا هنقيس بطريقة الـ 12 متر ونقدر أن إحنا نوصل نعرف الكلام ده الزوايا كلها متزبطة ولا لأ تمام كمان بأشوف أفقية الخنزيرة كلها متزبطة ولا لأ لو مش متزبطة بأبدأ أصب أزبط الخلل اللي فيها لو متزبطة بأبدأ أن أنا أستلمها منه كأفقية عندي ومستلمها كمان على ميزان المية بحيث ما يبقاش فيه يعني وطر عالي أو محور عالي ومحور إيه ومحور واطي عندي ما ينفعش طبعا على أساس كمان إن لو عندي فيه مشاكل جوه يعني عالي وواطي إن هيخبط فيها الخيط والخيط لو لطش في أي حاجة هيبدأ يديني خلل في المبنى كله والخلل لو حصل في المبنى أو في الخيط دوك هيحصل في المبنى من الألف للياء ومش هقدر أصلحه تاني طيب بعد كده يا أستاذ أنا ثبت الزوايا وظبطت الزوايا بتاعتي بالأبئيب بتاعتي أراجع على الأبئيب بتاعتي دي كويس جدا جدا على أساس إن هي دي اللي مسكة الزوايا بتاعتي بعد كده هأبدأ أجي أراجع على أشوف الرسومات والأكسات بتاعتي اللي موجودة الأكسات كلها مقاساتها كام فرد فرد مقاس مقاس أو محور محور يعني من 1 2 3 4 الأكس الأولاني للتاني كام والأكس التاني للتالت كام ومن التالت للرابع كام ومن الرابع للخامس كام أقسها أراجحها كويس جدا جدا ومن الأكس الأولاني لخط التنظيم كام سنتي بالملي أو بالزبط معايا عشان ده مشروع وملكية ناس وما جورش على ملكية الناس التانية أو ما جورش على الشارع أخذ منه أو أديله ما ينفعش وكمان مشروعي يبقى مظبوط تمام بعد كده أجي أعمل إيه خط المأسات مأس مأس أو محور محور أبدأ أجمعهم على بعضهم محور الأول والتاني والتالت والرابع ده في الاتجاه الطولي أو الاتجاه العرضي أيا كان وأبدأ أن أنا أعرف مأسهم كام إجماليهم كام وأقول له المأس ده مظبوط أو مش مظبوط من خط التنظيم إلى خط التنظيم أو من خط بداية المنشأ إلى بداية المنشأ من الاتجاه التاني الطولي والعرضي كله كده يبقى أنا استلمت منه الخطوط مظبوطة الأجسات مظبوطة العلامات بتاعتي كمان أبص عليها وشوفها متعلمة كل اتجاهين أصاب بعضيهم أو متوازيين متمظبوطين زي بعض اللون واحد والشكل واحد الاسم اللي هو اسم الأكس اللي هو واحد أو ألف مظبوط يبقى كده أكساتي مظبوطة وخنزيرة اشتغل أشتغل عليها أبدأ بعد كده أنزل الصنايع بتاعي على الخنزيرة يشتغل وهو قلبه جامد سواء كان النجار أو الحداد بتاعي أشغاله عادي خالص ما فيش أي مشكلة طيب يا أستاذ احنا كده خلصنا الخنزيرة الأفقية أو الخنزيرة المسبتة على الأرض في حاجة مهمة جدا جدا عايز نتكلم فيها دي عدناها على أساس أن احنا هنشوف وقتنا ونظبط وقتنا اللي ألا وهي الخوابير المفروض دي أول حاجة بنسبتها أثناء أثناء شغلي ولكن أنا سبتها للآخر بحيث أن أنا أشوف وقتنا هيقضي واللي إيه والدنيا هتبقى ماشية إزاي بس إحنا هنقول عنها زي عينات قادي الخوابير بتاعتي أهي بجي أسبتها من الأول كده أحط أول خبور في أول العرق كده أو أول الشغلانة بتاعتي بعد كده تاني خبور بحطه أو أسبته بيه بالمسمار وأسبته في الأرض ده خبور خشبي طبعا باجي أسبته بالمسمار بعد كده بسبت الخبور بالمسمار في الاتجاه التاني لو بصت عندي هتلاقي الخوابير أنا حاطتها بطريقة شطرنجية وطريقة شطرنجية كمان شكلها لها قمال بحطande كل أو مقاسها كل واحد متر لا تزيد عن واحد متر تقل عن واحد متر ولكن لا تزيد عن أيه عن واحد متر طاب ليه بشه مهندس لا تزيد عن واحد متر ولكن تقل عن واحد متر عشان لو انا زودت المسافة دي عندي مسافة من الخبور للخبور الخبور ده للخبور ده لو زودتها هيبقى في مسافة وسعة مش ممسوكة معايا وكمان عندي ممكن يكون في عرق صغير زي العرق ده كده من النحية دي اهو تمام بيكون شكله هيبقى صغير معايا ممكن ياخد ايه ده ياخد خابورين ياخد اقل حاجة اي اقل عرق ياخد تلت خوابير اقل عرق ياخد تلت خوابير خابور من الناحية دي وخابور من الناحية دي وخابور من الناحية دي يعني تلت خوابير اتنين من هنا وواحد عندهم النحية التانية في النص طيب دي بالنسبة للخوابير يا جماعة ابش مهندسين الخوابير الايه الخوابير الخشبية بسبت خوابير خشبية عادي خالص بعد ما ثبتها في الارض بسبتها بالايه بالمسمار في الجم طيب عندي شكل تاني او نوع تاني من الخوابير اه أنا هأديك مثال بسيط عليها ألا وهو المسمار لو عندي مثلا مفيش خوابير أو الأرض عندي صلبة شوية بقوم جاي بحاجة اسمها مسمار مسمار حديد أو قطع حديد من المنشأ موجودة فضلات من الحديد وأبدأ أثبتها فين أثبتها في المنشأ ميلة كده بطريقة يا إما أثبت اتنين في وش بعض زي ما حضرتك شايف كده أنا هتديك مثال فقط مسمار أو يعني الحديدة بتاعتي بتكون ميلة كده أهي وتتسبت فين في الأرض عادي ويجي أصد منها واحدة تانية يبقى أصد بعض كده وأثبتهم زي ما حضرتك شايف كده بتبقى أدق عليها في الأرض لأن الأرض دي عندي صلبة ما ينفعش سبتها بالخبور الخشب بسبتها بالإيه؟ بالخوابير الحديد في الأرض وأميله شوية على العرق كده زي ما حضرتك شايف بعد كده بسبت الخبور اللي أصد منه ممكن أقول إيه؟ أثبت الخبور بدلا ما أثبته عشان يبقى عندي ما فيش عندي خوابير كتير مثلا أو ما ثبت خبور من النحية دي وخبور من النحية دي عادي خالص ما فيش أي مشكلة أهو من قدام شوية بحيث الخبور ما يجيش بعده عن الخبور التاني يزيد عن واحد إيه؟ عن واحد متر أهو ده خبور وده خبور ينفع أثبت واحد كده في وش واحد بحيث أن أنا بعد كده أصمرهم في بعض وأم أديهم من المسمار أرشالي من هنا كده وأتنيه عليه مسمار من النحية دي وأتنيه على الخبور ومسمار من النحية دي وأتنيه على الخبور الحديدي اللي عندي نفس القصة من هنا أثبته بعديه بشوية وأديره مسمارين وأتنيهم على بعض لو ثبت الاتنين قصات بعض ماشي لو ثبت واحد كده وواحد خلف خلاف بعديه بطريقة شطرنجية ما فيش أي مشكلة خالص ودي استلام الخنزيرة بتاعتي ونظام تشغيل الخنزيرة الأفقية طيب أنا بعد كده عندي الأرض بتاعتي مش مستوية مثلا الأرض اللي مش مستوية يا جماعة بأبدأ أن أنا أعمل لها حاجة اسمها خنزيرة علوية خنزيرة العلوية دي بتتثبت بكذا طريقة كذا طريقة عندي لتثبيت الخنزيرة لإيه؟ الخنزيرة العلوية في حالة أن أنا لقيت الخنزيرة بتاعتي دي مش شغالة أو مش هتنفع معايا خنزيرة أفقية تمام؟ الأرض بتاعتي مش مستوية بأبدأ أثبت لها أول حاجة بتثبت الخنزيرة دي عادي ما بيكونش لها مقاس وأثبت عليها حاجة عالية بأعملها على ساري أو أعملها ساري يعني عرق في الليري وأثبت عليه لتزانة من جوه أو أثبت عرق أو لوح لتزانة حاجة اسمها عروسة زي ما هنشوفها دلوقتي ونعملها وأبدأ أثبت عليها من جوه العرق الفليري بتاعي من فوق يبقى أنا ممكن أثبتها بعرق في الليري وقفة كده عندي زي كده وأثبت عليها لوح لتزانة ييجي معايا كده ده أخذ اللوح لتزانة هيبقى زي العرق ده كده تمام؟ أدي العرق أهو وعرق أهو يبقى عرق كده وعرق كده وأقوم أثبت عليه لوح لتزانة كده وأبدأ أقويه طيب اللي احنا هنعمله النهاردة الطريقة التانية اللي هي ان انا هسبت حاجة اسمها عروسة من اللتزانة زي كده اهي العروسة دي هسبتها من اللتزانة في الخنزيرة اللي تحت او في الارض ادقها في الارض مثلا اهي وابدأ ان انا العروسة دي بتكون من خشب الايه من خشب اللتزانة من خشب اللتزانة قطاع كم في كم قطاع واحد فيه اربعة بوصة واحد فيه خمسة بوصة ماشي بابدأ اجيب بعد ما ثبتت الساري بتاعها باجيب لها حاجة زي كده واقول دي العروسة بتاعتي بتكون كملة عندي او ده اجيء ضلع تاني ضلع واحد من الخنزير من العروسة بتكون بالشكل ده واسبتها بالمسمار في بعضها اهي برضو نفس الكلام الشكال المايل ده بسبتو بيكمل الخنزيرة بيبقى عبارة عن شكال بيكمل العروسة بتاعتي بيبقى العروسة ليها ساري اللي هو اللي عيد الواقف وليها كمان حاجة نيلة كده بتسمى ايه شكال بتسمى شكال هي الدباسة اتجيبها بيبقى عندي سبت انا العروسة ممكن ازيد التقوية بتاعتها واديها واحدة كده تاني فيش اي مشكلة خالص اهي دي زيادة تقوية وممكن تمشي لو هي جمدة تمشي معايا ما فيش اي مشاكل بحيث ان تكون الاتنين دول رجزين على الارض زي ما حضرتك شايف كده اهم رجزين على الارض بحيث تديلي قوة ومتانة لإيه للخنزيرة بتاعتي او للعروسة بتاعتي تكون متينة معايا اجي بعد كده او مجايب الضلع بتاعي اللي هو الضلع ده وليكن اهو ومعلم عندي المسافة بتاعتي على اساس تطلع وفقية جدا اهي ومثبتها بالمسمار فيها تيجي بعد كده من الناحية التانية تسبتها في العروسة بتاعتي مهم جدا 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 وانا بسبت الساري بتاعي ده العروسة بتاعتي دي ان هي تكون يعني قوية جدا لانها تشيل عروق عندي والعروق دي لازم تكون يا جماعة تكون باش مهندسين تكون اعزائي الطلبة تكون افقية جدا واوزنها بميزان المية وانا شغال كل شغلي بوزنه بميزان الايه بميزان المية بحيث ان انا دلوقتي لو زي ما قلنا في الاول كمان دي العلوية زي السفلية الخنزيرة العلوية زي الخنزيرة الايه السفلية تماما ما تتغيرش عنها باي شيء ليه لازم تكون افقية جدا مستوية جدا انا عشان كده رفعتها من على الارض عشان انا يعني شلتها من على الارض ليه على اساس ان هي في مشكلة في الارض عندي او في ارتفاعات او في ملخفضات او في او في تمام فما ينفعش ان انا ايه ان انا اسبها على الارض وهي فيها واعملها مرتفعة واعملها ايه منخفض طيب انا عملت الخنزيرة بتاعتي المرتفعة زي ما حدك شايف كده بعملها بالايه ساري اهو يئمة من خشب اللي تزانه واعمل عليه اعمله عروسة زي كده شكال يبقى يقوي الساري بتاعي اللي هو اللي تزانه الايم اللي وقف ده او اللوح اللي وقف ده بعد كده بقويه بالشكالات زي ما حدتك شايف كده اهو بعد كده بقوم مثبت عليه مين مثبت عليه المادات بتاعي من اعلى وابدأ ان انا اسبت الطولي اهو واسبت العرضي زي معاه واسبت برضو نفس القصة الاربع اركان ماشي فاحنا هنتكلم بس على الخنزيرة لو سعنا الوقت ممكن نكمل الخنزيرة عادي ونشد عليها اخطان لو عايزين كمان طيب انا دلوقتي عندي خنزيرة خنزيرة افقية على الارض بتكون فيها ارتفاعات الارض بتاعتي بيكون فيها ايه فيها ارتفاعات ومنخفضات طيب الارتفاعات دي باش مهندس اه وانا ما ينفعش ايه يعني اشتغل على مكان منشأ فيه مرتفع وفيه منخفض فيه اواعد عالية وفيه اواعد واطية او فيه ارض وعالية وارض واطية باخد اعلى اعلى منسوب وشد عليه ايه وشد عليه خنزيرة عادي خالص تمام اخد اعلى منسوب وشد عليه خنزيرة ما فيش اي مشكلة عادي خالص واجي لغاية المنسوب اللي هو الواطي وابدأ اعمل الخنزيرة الايه الخنزيرة العالية دي على الايه على الساري دوت او على اللوح اللي تزانة زي ما حدك شايف بالايه بالعروء الفليري دي طيب باش مهندس انا عملت الخنزيرة والارتفاع عندي فيه ارتفاع يعني مستوي ده عليه خنزيرة عادية واللي تحت امده تاني وعليه خنزيرة عادي ما فيش اي مشكلة ينفع اشغل الاتنين مع بعض اشغل الاتنين مع بعض فيش اي مشاكل خالص طب انا شغلت الخنزرتين مع بعض يعني بانه طريقة حد يتكلم كده حد يتفضل يعني ايه ايوة سامع واحد بيقول لو عندي الارض فعلا لو عندي الارض غير مستوي ينفع اشغل الخنزرتين ايه مع بعض تمام يبقى انا ينفع اشتغل الخنزيرة على ارض مستوية زي ما قلنا في الاول واشتغلنا عليها واعملنا عليها الايه الاوطار بتاعتنا والمحاور بتاعتنا وينفع اشتغل الخنزيرة المرتفعة زي ما حضرتك شايف كده واسبتها على ساري بالخشب الفليري بتكون هي من اللي تزانة العرق بتاعي العرق بتاعي واقف واللوحي التاني بيكون سابت في العرق بيكون اللي تزانة عشان اعرف اصمره يا امتا له هعملها بالواح عرق في الليري اسبتها في الليري من تحت بالقمط وفي الليري من فوق بالقمط واعمل لها شكال واويها بخشب الفليري في في الليري او اويها بخشب اللي تزان يبقى انا دي طريقة هعملها للمسات او الاماكن او المنشآت اللي هي المعتدلة والمنتظمة ودي طريقة هستخدمها للمنشآت العالية وكمان ممكن اجمع بين الايه الاتنين فينا يا استاذ لما يكون عندي المنشآت بتاعي ايه في عالي وفي واطي هستخدم دي في المكان العالي تمام وابدأ امدها بنفس ايه نفس المستوى في المكان الواطي بس الوطي بتاعه والارتفاع بتاعه والدبس بتاعي ده ابدأ ان انا اعمل فيه ايه ابدأ ان انا اعمل معايا في مستوى ايه في مستوى واحد تمشي معايا في مستوى واحد تمام فالمستوى ده ان انا مشيت على مستوى مين الخنزيرة المرتفعة الارض المرتفع الارض المرتفع دي يا جماعة خدت عليها المنسوب بتاعي وخنزرتي عادي خالص وابدأ امشي العرق نفسه لو العرق ماشي معايا كده اهو والارض دي هاجه امشيها ازاي هاجه امشيها كده انزلها مش هينفع انزل العرق او المادات بتاعي كده لازم اخليه زيه زي ايه نفس الايه نفس المنسوب ونفس الاتجاه ونفس الايه المستوى وكمان مش كده وبس بعد ما ثبته بالطريقة دي هعمل ايه بعد ما ثبته بالطريقة دي الساري او بطريقة العروسة دي هابدأ اوزنه على المسافة العالية بتاعتي هل هم مع بعض ولا مش مع بعض هل هم شغلين كده يعني مسافتهم مستوى واحد ولا مش مستوى واحد ولا ايه الدنيا بالضبط وابدأ ان انا يعني اشتغل على هذا الاساس بحيث تكون مستوية الخنزيرة بتاعتي مستوية وبحيث تكون الخنزيرة بتاعتي في وضع افقي تماما وموزونة تماما واحنا النهاردة يعتبر كده وصلنا معاكو الى يعني الجزء الخنزيرة او اخر حاجة في جزء الخنزيرة وعرفنا ايه هو ايه اعضاء شدة الخنزيرة والخنزيرة بتتكون من ايه من خشب فليري وخشب لتزانة خشب الفليري بيكون عبارة عن خشب فليري قطاع 3 في 3 و 4 في 4 او 5 في 5 قطاعه يعني مربع جدا وكمان عندي الخشب بتاعي اللي بسبت بيه الخوابير بسبته من خشب لتزانة من قطاع 1 في 4 و 1 في 3 و 1 في 5 بكده انت تعرف تقدر ان انت تجمع الخمات بتاعتك وتقدر تجمع الخشب بتاعك تقدر توصل ان انت تلم عدتك اللي هتشتغل بيها في المشروع بتاعك او في المنشأة بتاعك وتعمل الخنزيرة بتاعتك تقدر تستخدم العدة بتاعتك بعد كده بنلم العدة ونفك خشبنا ونفك حاجتنا ونصينها ونحطها فين نحطها في مكانها الرئيسي في مكانها المظبوط بتاعنا كل طلوح على لوحه كل عرق على مكانه في قطاعاته ومقاساته الأصلية بعد كده باش مهندس بعمل ايه برم عدتي واحطها في المخزن بتاعي تمام وكده نكون وصلنا لنهاية حلقيتنا النهاردة ونهاية شغلنا في الخنزيرة ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ان شاء الله نبدأ نشتغل مع بعض الأواعد المنفصلة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة